بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد أكدنا سابقا أن القرآن الكريم هو الميثاق الأعظم وهو الخطاب الإلهي الأفخم وأن الحق سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم حبلا ممدودا بين السماء والأرض من أراد منا أن يكون موصولا بالله عز وجل موصوفا بالفهم عنه سبحانه وتعالى صانعا لكل خير ولكل جمال فليقبل على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتطبيقا القرآن الكريم الأصل فيه هو التأمل والتدبر أفلا يتدبرون إن في ذلك لآيات لولي الألباب وهكذا تعالوا نستشرف معا بعض المعاني التي تتعلق بسورة الضحى هذه السورة الكريمة بموضوعها بظلالها بألفاظها بمشاهدها هي لمسة من الحنان وهي نسمة من الرحمة وهي طائف من الود وهي يد حانية تعالج الألام والأوجاع سورة الضحى سورة الضحى كلها خالصة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه السورة الكريمة فيها التسرية والتسلية والترويح والتطمين لقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوحي المشرف ولقاء سيدنا جبريل والاتصال بالله عز وجل كان الزاد الرئيس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في ذلك الزمان الذي كان يعاني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كيد ومكري وإيذاء مشركين له ولأصحابه حين فتر الوحي انقطع هذا الزاد عن سيدنا رسول الله حتى إنهم قالوا قد ودعه ربه وقد قلاه أي تركه وهجره هنا نزلت هذه الآيات الكريمات اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي اشتاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاء سيدنا جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم في شوق وتوق يريد هذا الأنس مرة أخرى فنزلت هذه الآيات الكريمات نزلت هذه الآيات تحمل معاني الود والقرب والرضى والطمأنينة والحب والحنان والرحمة نزلت هذه الآيات واختار الحق سبحانه وتعالى لها إطارا زمنيا عاليا وساميا الضحى والليل إذا سجى ليس أي ليل وإنما إذا سجى أي ليس الليل بوحشته بظلامه الكالح للسواد وإنما الليل إذا سجى بمعنى حين يسكن ويرق ويصفو وتغشاه سحابة رقيقة ثم ينكشف ويجلي لنا الضحى لك أن تتخيل هذا المشهد بين أواخر الليل والليل إذا سجى وبين الضحى حين ينكشف الليل ويجلي لنا هذا الضحى هذا التناسق العجيب وهذه الألوان المنيرة فاختار الله سبحانه وتعالى أشرف الأزمنة وأسمى الأزمنة التي فيها تشعر بأن الكون كله متعبد لله عز وجل التي فيها تشعر بأنس الوجود مع رب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى فاختار الله سبحانه وتعالى هذا الإطار الزمني ليبرز لسيدنا رسول الله هذا الودة والفيضة والحنانة والرحمة والإيناس والضحى والليل إذا سجى أقسم ربنا سبحانه وتعالى بهذين الزمانين الشرفين كأنه جمع بين الظواهر الكونية وبين مشاعر النفس الإنسانية إيناسا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك ربك وما هجرك ربك ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى أي سيكون لك التأييد وستكون لك النصرة وسيظهر الله عز وجل الحق على ما يفعله هؤلاء المشركون معك ثم إن الله سبحانه وتعالى يمضي في سياق الآيات القرآنية يذكره بما كان من الله معه سابقا يذكره الحق سبحانه وتعالى بما كان عليه من ود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب مع النبي صلى الله عليه وسلم من فيض على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يذكره بصنع الله معه قبل ذلك يقول سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى يذكره بهذا السياق كيف كان ود الله عز وجل معك كيف كان صنع الله عز وجل بك كيف كان فيض الله عز وجل عليك ألم يجدك يتيما فآوى ولد يتيما إلا أنه ملأ قلب جده وعمه بمحبة سيدنا رسول الله حتى أن جده عبد المطلب وعمه أبو طالب كان يخبران بأن رسول الله كان ينافس في دقائق الجمال كان يعشق التألق والتأنق والفخامة والجمال منذ الصغر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى كان في مجتمع يعني متحير في العقائد والعادات فنزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا التحير وجعل حركته موافقة للفطرة السليمة وأعده وأهيأه لهذه النبوة ثم إنه بعد ذلك يقول وعائلا فأغنى أي أغنى نفسه بالقناعة وأغناه هو نفسه من خلال الكسب الحلال من العمل بالتجارة وهو صغير ثم بعد ذلك في مال زوجته وبعد ذلك يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنحمة ربك فحده سورة الضحى كلها خالصة لسيدنا رسول الله كلها ود وفيض وحنان ورحمة من الله لسيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم